قال عبد اللطيفة للشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية في تغريدة على حسابه بموقع تويتر حذرت من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية منذ أكثر من عشرين عاما خوفا على ديننا وبلادنا ومواطنين المسلمين أجمعين حذرت من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية منذ أكثر من عشرين عاما خوفا على ديننا وبلادنا ومواطننا والمسلمين أجمعين ونال لي منهم ومن المخدعين بهم ما الله به عليم في نفسي وعرضي ومالي وصمت صابرا واشتبك التنظيم العالمي للإخوان المسلمين مع هيئة كبار العلماء السعودية ووصفها بالمطبلة للسلطات بعد أن صنفت الهيئة تنظيم الإخوان إرهابيا لا يمثل منهج الإسلام وحذرت من أجنداته وأطلق كبار الناشطون الإخوان على الهيئة أوصافا تهكمية حيث وصفت توكل كرمان علماء الهيئة بأنهم مطبلون وملمع أحذية فيما أعتبر محمد المختار الشنقيطي وهو أحد الباحثين في مؤسسة قطر بالدوحة والدعم لفكر الإخوان بيان الهيئة مجرد فرقعة إعلامية وقال مراقبون أن بيان هيئة كبار العلماء السعودية بمثابة إبراء ذمة سعودي ورفع للغطاء الديني يتيح للأوروبيين خوض معركة تفكيك أذرع الإخوان وشبكاتهم في أوروبا